اشتركوا في القناة ومنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر يوم الخميس لينتقل بعدها القمر له منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو بما أن القمر ما زال موجود في برج السرطان معناته ما زلنا في هاي الفترة بنشعر بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافظ لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبت ماء أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا أربع زوايا بطيئة فعالة الزاوية الأولى هي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 1-7 هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهي برضو تأثيراتها لغاية يوم 1-7 ودائما عند هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وهذا الشيء برضو بسهل عملية الإقناع لأشخاص بيفتكروا للمرونة في التعامل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية التأثيراتها لغاية يوم 3-7 واللي هي زاوية التربيع السلبية بين المشتري وبين الشمس وهي طبعا الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه عشان هيك ما نعتمد على الحضوض بهاي الفترة من ميل للعيش دون مستوانا وتبدير مالنا وأهم جنكو بالفترة هاي تتجنبوا المضاربات المالية والمراهنات والأمور اللي إلها علاقة بالبورصة الأسهم الأمور هاي لأنه ممكن البعض يتعرض لبعض المشاكل مع السلطة أو العدالة بسبب أمر مالي وهذا الاتصال غالبا بيسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي يوم أمس بدأ تأثيراتها وذكرناها وهي زاوية سلبية جدا جدا هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين إبلوتو وهذه الزاوية رح تستمر لغاية يوم أربعة سبعة كذروة قصوى ولكن بعدها برضو بظل موجودة هاي زاوية لمدة أسبوع تقريبا طبعا بالنسبة لهذه زاوية زاوية بتولد عنا نوع من أنواع الاندفاع لمخالفة الصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وهذا الشيء بعرقل نجاح مبادراتنا وعلاقاتنا وهذه الزاوية دائما دوليا منقول إنها هاي زاوية لما تتشكل بزاوية سلبية بين هدول الكوكبين فهي بتدل على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال طبعا الأمور إلها علاقة بالنيران أو إلها علاقة بالزلازل إلها علاقة بالحرائق إلها علاقة بالأمور المفاجئة طبعا هاي زاوية عادة إحنا برضو منقول إنها بتدل على هاي الفترة إنها ممكن تشهد إضرابات للعمال وبترافقها أعمال شغب أو حوادث عنف وبتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادة أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والمشاكل الجنسية والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عملية تخريبية وإرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية اللي ذكرناها أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية عنا زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة عصرا من عصر اليوم الخميس بتوقيت جرينيش هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور والتجميل وهي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وهي تأثيراتها برضو ما بتيجي يعني من ساعات الظهر تقريبا ولغاية ساعات منتصة في الليل تخلق لدينا شعور بالملل من أي عام الروتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفيا بالفترة هاي لأدفه الأسباب ممكن أنهم يثوروا ثورة عارمة من الغضب ويتفششوا بالأشخاص اللي حواليهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو برضو تأثيراتها هاي من ساعات الظهر لغاية ساعة ما بعد منتصف الليل وهي دروتها الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابتدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنها خلو المسار خلو المسار رح يبدأ ساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى بعد منتصف ليل يوم الجمعة حتى تمام الساعة اثناش وتسعة وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا ما زالت الأعضاء الأكثر حساسية في جسمنا واللي لازم ما نعمل لها أي عمليات جراحية في هاي الأيام المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هدولا طبعا ما لازم نقربهم بعمليات جراحية إلا إذا كانت عمليات جراحية اضطرارية أما عملية علاجه مع علاجه أدوية فما فيه أي مشاكل طبعا هذا اليوم غير مناسب يعني مش كل عمليات التجميل اللي تصلح هذا اليوم مثلا تكميم المعدة أو الدهون شفط الدهون والأمور هاي ما بننصح فيها نهائيا أما مثل الحقن والجراحة فما فيه أي مشاكل وهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل بعد منتصف ليل الجمعة يعني خلو المسار القادم رح يكون هو القمر موجود في برج الأسد رح يكون خلو المسار القادم يوم الأحد 3-7 رح يكون فيه تمام الساعة 9 وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة الإضاءة بنصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة منتحسة بنسبة 10% القمر في السرطان حتى يوم 1 سبعة سعيد الآن هو بنسبة 30% ولكن في ساعة الظهر رح يصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الجوزاء حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% ورنس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل كمان اليوم القمر موجود في البيت الرابع ورح يستمر طيلة النهار والمساء حتى فعشان هيك التركيز كله رح يكون على الأمور البيتية والعائية مثل اليوم أمس فبتنهمكم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم مش إنه اليوم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حضروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك وعشان هيك بتقدر تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك عشان ما تدخل بأي مشاكل الأعباء كثيرة وممكن إنك ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم تنشطه كمان يعني أكثر من يوم أمس في عملية السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والامتحانات ولكن بتكون أكثر صبرا على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان تقدر تدافع عن مبادئك ولكن بدك تدافع عنها بليونة ودبلوماسية بدون إثارة المشاكل انتبه لكلامك وإحفظ خط الرجعة اليوم ممكن إنك تتمم لقاء أو اجتماع عمل مفيد ومهم جدا وتتخذ في بعض القرارات المهمة اللي إن شاء الله بتكون لصالحك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بيحمل معاه برضو فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي وعندك أعمال كثيرة حابين تتمموها لها علاقة بالمال منكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أو استحقاق أو دعم مادي أهم شيء تخففوا من النفقات نظموا أموركم المالية وما تسمحوا للأقصاد بالتراكم ويدفعوا المستحقات والأولويات وما تخلي أي شخص اليوم إنه يغشك أو يدفعك لتوظيف الأموال بطريقة خاطئة فممكن يعني يصير في بعض الخسارات فبدك يتدقق على أي ورقة بدك توقع عليها أو أي قرار مالي بدك تتخذه برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا اليوم نشاطكم أعلى كمان من يوم أمس اليوم نشاط وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم طاقتكم كبيرة أهم شأنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض بتصير ممتازة وبتكون في نوع من أنواع النجاح أو بصير في نوع من أنواع النجاح في التحركات في أي اتجاه بتمشي فيه الفترة إيجابية ممكن تلمس من خلالها انفراج وتقدم برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا التعب ما زال موجود بالقائمة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب هذا آخر يوم لإلوه ابتداء من يوم الجمعة الأجواء رح تتغير لصالحك فعشان هيك هذا اليوم بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل تخلدوا للراحة بتكون هاي الفترة فارغة من الحضوض وممكن تخفي بعض العداوة أو المؤامرة عليك فعشان هيك عليك أنك تتجنب المشاكل راعي أعمالك سيرها بآخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات وبرضو الاستفزاز في بعض المواقف برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو حفلة أو يتوجه لهم دعوي مثلا أو يكون عندهم حتى احتفال بمناسبة معينة أهم شيء إنكوا زي ما حكينا يوم أمس إنكوا تتجنبوا انتقاد أحدهم اليوم أنت بحاجة لحجد التأييد فبستطعتك كسب تعاطف الآخرين وتميز في علاقاتك إذا ركزت بشكل جيد وضبطت أعصابك اليوم في نوع من نوع النجاح والانتشار برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين واليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إنه ما تشوهوا سمعتكم الظروف الشوي ممكنكم فيها بعض الضغط أو تحمل لك هاي الفترة فرصة عمل مهمة أهم شيء إنك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو له يتسببوا بأخطاء لا تغتفر يعني هذا بيت السمعة بدك تركز بشكل جيد عشان ما تنحسب الأمور عليك لازم تستغله لتنحسب الأمور لإلك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطه اليوم برضو في أمور الهلاقة بأوراق ومعاملات إلها علاقة بالسفر أو الامتحانات أو الدراسة وبرضو الفترة هاي بتحمل السفر أو تفكير بأمور الحلاقة بالسفر لموليد برج العقرب أو اتصالات بعيدة أو تعامل مع الأجانب أهم شيء إنك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة بالشوارع المفتوحة بتميلوا للاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور ولعقد المفاوضات وللمشاركة في مختلف النشاطات برج القوس بالنسبة للموليد برج القوس طبعاً اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض برضو اليوم بترغبوا في لفت الأنظار وتبديد الأجواء السلبية عشان هيك اليوم لازم تخرج مع الأصدقاء أو مع أشخاص بترتاح لهم حاول أنك تغير جو تمرح اشحن حالك بطاقة إيجابية فكر بالغد باستقرار وضعك المالي أهمش أنك ما تستعجل على توقيع على معاملة أو اتخاذ قرارات حاسمة أو عملية تجارية لازم تدرس الفكرة بشكل جيد وما تتسرع لأنه زي ما حكينا في زوايا ما بتأهل هاي الأمور بشكل مفاجئ برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكي كمان اليوم القمر مازال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بمناسب البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفي ولكن بتكون تتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها وحاذروا المواجهات الكلامية إلى أجواء سلبية جدا وما تسمحوا باختلاق المشاكل وحاذروا مخالفة التعليمات والقوانين أيضا تعتبر هاي فترات ضاغطة وفي نفس اللحظة ما بننصح بأي مشاكل بهذا اليوم ضبط الأعصاب لازم يكون على أعلى مستوى لأنه أي مشكلة أنت النقطة الأضعف وأنت رح تكون ملام برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل عندكم لأن القمر في البيت السادس حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل أو زبون مثلا أو ما تتسرعوا بإتمام بعض المعاملات اللي هي الفرعية تركز على الأمور الضرورية اليوم رح تكثر عندك التنقلات وورشات العمل وممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كمان اليوم بتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها بدك تكون حريصة على صحتك وهاي يعني زي ما منحكي فترة دقيقة لأنها بتركز على العمل وعلى الصحة برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم الأجواء عاطفية جداً رغبتكم بالتقرب من الأحبة من الأبناء من تعزيز العلاقات العاطفية حتى بأمور التجميل ممتازة جداً وهذا شيء رح تهتم في اليوم بشكل كبير إما بلباسك أو قصة شعرك أو هندامك أهم شيء أنه اليوم ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك لأنها هاي الفترة شوي فيها بعض المحتالين بكثره وهاي الفترة برضو بتحمل انفراج صحيح أنه ما رح يكون بالقوة العالية ولكن أنه مواضح في الزوايا الفلكية وجود الشمس برضو في السرطان بتعطي دافع كبير على هاي الأمور وفي نوع من أنواع تعاطف عشان هيك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين اتحرك واستغل الفرصة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء